ما لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي تلعتها المصارف اللبنانية من جيوب النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين المدرجين في لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية منذ النصف الثاني من عام 2019 حتى النصف الأول من عام 2021 هذا ما كشفه تحقيق استقصائي نشرت تومسون رويترز فاونديشن من أعداد الزميل تيمور أزهري مصارف تجارية تتقادى مبالغ شهرية بالفراش دولارز من منظمات دولية كالأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمية وبدلا من تسديدها للمستفيدين الذين هم أساسا من أكثر الطبقات فقرا كما هي ارتأت المصارف قدم ما يزيد على 40% من حق المستفيدين قبل الغوص في الأرقام نسأل أزهري عن كاشف الفساد أو ما يعرف بالويسل بلور بلشنا نسمع منها صراحة من الأيد كميونيتي نفسها من الدونرز يعني من الناس اللي عم يعطوا المصاري وهنا تقريبا فيها أكثر من عشرين دولة وأكثر من خمسة أو ست مؤسسات كبرى في العالم عم يعطوا هالمصريات للاجئين والليبنانيين واللاجئين الفلسطينيين فهنا بلشوا يحكوا هالمصريات عم يجوا من التاكسبير من الشعب الأوروبي أو الشعب الأمريكي فحسوا شوي أنه لا هذا الشيء يمكن يفجر فينا ويعطوني وسيئة هي الوسيئة من فابيوري بيقولوا فيها أن الخسائر يعني بيستعملوا كلمة اللي هي يعني شيء أنه فظيع أنه بيقولوا أنه بيوصل يمت الخسائر للخمسين بالمئة فهذا الشيء موسط مش يعني مش بس نحن بس من اليوان نفسها كلما انهار سعر صرف الدولار ازدادت المساعدات تآكلا وعليه نسأل من هو المصرف الأول المعني بهذا الملف نحن اللي قدرنا نوسقهم هني 250 مليون دولار ونحن برأينا أنه هني أكتر وهذا الشيء اللي صار بالأربيتراج بفرق السعر الصرف فلنعطي فكرة عن شو صار أنه وقته صار وقته بدأ انهيار سعر صرف الليرة المصارف كان عم يعطون سعر صرف إذا بتاخدي معدل إيمتها من 2019 لهلأ بتطلع أربعين بالمئة أقل من السعر الحقيقي أو الإيميل الحقيقي يعني كل مئة دولار كانت عم توصل إيمتها للاجئين أو حتى لللبنانيين والفلسطينيين ستين دولار وهلأ أربعين دولار عم بتروح للمصارف هلأ شو عملوا فيهم المصارف نحن ما بنعرف فيه بروغرام اسمه لويز اللي هي بتجمع الـ WFP الـ UNHCR والـ UNICEF هالبرغرام إيمتها بالـ 2020 بس أربعمائة مليون دولار والبنك اللي مستلمي هالمشروع هي البنك البناني الفرنسي هلأ نحن حكينا مع الـ BLF وبيقولوا هني أنه ما رفضوا يعطوا تعليق على الموضوع بيقولوا أنه في سرية بالكونترات بس بيقولوا أنه ما استعملوا هالأموال لإعادة رسمة البنك وهيدا الابتهام يعني من اليوآن ومن الممولين هني عم يقولوا أنه البنوكة والـ BLF يعني أحد أبرز البنوكة بهذا الملف أنه هني استعملوا هالأموال ليعملوا إعادة رسمة لأنه منعرف وضع البنوكة باللبنان أنه تقريبا ما أفل السين كلهم أهم نقطة بالموضوع هون أنه ما خلصت القصة القصة بعدها يعني مثل ما حكينا هل الخسائر أقل بس ما بتعرفي شو بيصير شهر الجاي أسبوع الجاي حتى ما كل يوم عم ينهار الليرة فهون دولارة المساعدات هي الحل ليست صادمة هذه الألية فما كان ينوي مصرف لبنان القيم به علنا بالاستحواذ على دولارات البنك الدولي وسداد المساعدات المخصص لأكثر اللبنانيين حاجة على سعر صرف يحدده بنفسه قام به التلامذة خفية لائل سعد قناة الجديد